طيب خلينا نيجي بقى ونقول لأخوان المسلمين وجامعات الإسلامية والسلفيين حضرك شايف ابتدينا من مبارح نشوف ان فيه ابتدت مشاحنات وصراعات وابتدت هنا ده يكذب هنا وده يكذب هنا ما هي السياسة ايه؟ صراع على السلطة صراع على المصارف على القيم السياسية ويمكن شفنا تصريحات على اللسان الدين هنا بقى ايه؟ بيستخدق مدى ووضوح وبن المصريين خليم بس اكلم اكمل كلامي انا بس عايز اقول لحضرك ان فيه تصريحات على لسان دكتور عسام العريان وان احنا يعني بتكلم بس ان على تطبيق الشريع والسلفيين على العكس فشايف حضرك هيحصل بينهم تحالف ام هيكون فيه صراع في البرى؟ لا في الانتخابات لازم ان يبقى فيه صراع لكن لو فيه طرف اخر من الكتلة المصرية مثلا او اطراف اخرى مستقلة في نفس الدايرة وما فيهاش حد منهم هيقيدوا بعضهم بعضا دي مسألة اساسية لكن في نفس الوقت انا باقولك انا انا مش يعني لا نخشى هذا بلد عريق وهذا شعب ليس سهلا كما يتصورون ولا هو مادة رخوة يمكن لهذه الاطراف احنا تخوف ان في الاخر نقلب طيار ديني متماسف الاخوان المسلمين والسلفيين وطيار لبرالي مش دي حياة اولا احنا بس شوفي بص اقولك حاجة احنا مش ارتضينا سندوق الاختراع بصرف النظر عن التجاوزات التي حدثت بصرف النظر عن الدعاية الانتخابية حتى امام مقر الانتخابات يوم الادلاق بالتصويت كل دي بعض الخلل في التنظيم الى اخيره لكن نحن احتكمنا الى صندوق الاختراع وذهب المسلمين الاختراع هذا امر يعني بوضوح اننا اعدنا الاهتمام الى مركز الاساسي وهو المواطن الفرد صرف النظر عن الدجل اللي بيتم عليه محاولة التدليس السياسي محاولة هذا الاستخدام الدهري المحض للدين كأداة للوثوب الى السلطة فاذا المسألة مسألة السلطة مش مسألة الدين هو الشعب المصري لم يكن متدينا منذ متى الشعب المصري كان بلا هوية له كما يدعي بعض هؤلاء من امتى ده اي واحدة سيدة عادية تسير في الطريق لا تعرف القراءة والكتابة واذا سألها احدهم انت مسلمة او مسيحية او مش مسيحية المصريين عارفون انهم مصريون مسيحيون او مسلمون بوضوح عارفين هويتهم هويتهم مصرية مفيش هوية مغلقة الكلام عن هويات مغلقة وثابتة بتاريخ جهل صريح فلسطوب يعني حضرتك تاصق في نتائج هذا البرلمان بعد الانتخابات خصوصا الانتخابات اه ممكن تكون تمت بشكل يعني شكله ديمقراطي وشكله سليم وشكله اامن الى حد ما وانا تصور المرحلة الاولى كانت جيدة بصراحة وطالما ان احنا احتكمنا للسندوق هذه المرة سينجح حزر الطيار ويمكن يسقط بعد سنتين لان على فكرة البرلمان ده هتحل ومش هتحل لان الاسلامين هم اللي واخدين الاغلبية ليه؟ لان خلطة الطريق المختلة التي وضعت ادت الى الاته انتخاب اولا ماجلس ماشي في فترة قصيرة جدا القوى السورية اساسا اللي هي غدر بها ويرادوا لها ان تستبعد من الساعة السياسية وهذا اكبر الاوهام التي تخيل عقليات الماضي ومش في الاول اعصاب النظام القديم التي لا تزال تنبط يعني خد المجلس التشتري بيعملوه ده السشارع الايه ده احنا عندنا تاريخ من مجلس التشتريه الفاتش ايه لا وبعدين كلهم ايه بص الاغلبية الساحقة منهم يعني هي نفس الوجوه نفس الاسماء يعني انت بتجنينونا بتجنينو الشعب المصري الاهم بقى من ولو كانوا فالحين ما كانوا نكحوا في قبل كده الاهم من البرلمان والاهم من الحكومة والاهم من المفترة القادمة هتصير ازاي؟ الدستور مصيره ايه؟ الدستور لو وضع بالطريقة اللي متصورها الاخوان والسلفيين والجامعات الاسلامية وبعض من يلف لفهم في هذه الحالة لن يكون مفيش دستير مقدسة مفيش دستير ابدي يعني اذا تغير التوازن السياسي وحاتغير طبعا لما حنشوف هعملوا ايه؟ خلي بالك ده ما هنقطة ده في امتحان جبار امتحان صعب جدا على ايه كل صعوبة ما عندهمش خبرات بالدولة خبراتهم بالسياسة كل ده جاي من لا سياسة الى السياسة هو كان فيه سياسة من اتنين وخمسين الى الان مكنش فيه سياسة عشان كده دايما احنا ما نكتب في العلوم السياسية نقول موت السياسة في نصر السياسة مكنش ميتها في كتب العلوم السياسية الامريكية قولك ايه؟ ظاهرة اللا تسيس ان دي نظم ادارية طيب انت غاي من اللا سياسة وحتبدأ تتمرن هيتمرنوا فينا طبعا الكل على فكرة مش برضو اللي الامان الكل بيتمرن داشت في شعب المصر هيجي الشعب المصر اللي بتشكرين يلا يا حبيبي انت و هو بيتك بيتك احنا هنختار القوة الجديدة اللي هتكتبه ويمكن حدرك قولت انا هاخد من كلام حدركي ممكن اي القوة سياسية اللي هتكسب دلوقتي قدامي متحان صعب جدا لان فيه فيه ملفات كتير قوي موجودة على معقدة جدا على اي حد موجود و هيفوز بالحكومة ان يحلها للناس ده صحيح فخلينا نشوف والله احنا نتمنى يعني مثلا هقولك اللي حاجة ما تقدر البرامج بتاعته وحتى برامج القوة ما تسمى بالقوة الليبرالية والديمقراطية حتى اغلبهم كل اشعارات مثلا فيه حزب من الاحزاب فيه عدد كبير من زملائنا واصدقائنا فيه من الجامعة الامريكية من جامعة القاهرة وناس على اعلى مستوى لكن يفتقرون للتنظيم وهم نفسهم بيقول بس ممكن يا فنم عشان في البداية اه يمكن بس البداية ما كانش فيه فرصة ما كانش فيه فرصة فعلا فانا بقول ان الوقت ان التجربة باذن الله تنجح ان شاء الله انه احنا بنسق في الاراضة العامة للامة نجح الاسلمين هزي المرة بقول لهم مبروك ها واحنا بنختلف معهم اختلافات قد تصل الى مرحق في بعض القضايا الى مراحل جزرية تماما لكن في النهاية احنا بنرتضي ما ينتهي اليه الصندوق احنا بنتمرن في السياسة احنا في السنة بالسنة اولى في الشهور الاولى للسياسة يعني حدقتك شايف برضو الموقف بشكل اكيد رؤيتك سايفه بشكل بسيط جدا بس حل البرلمان ده في المستقبل اعتقد ان مش هيكون بالبساطة دي يعني الاحتكاك ما بين الطيار الاسلامي وبين المواطن العادي مش هيكون لا 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 اصلا والمسألة كده انت دلوقتي هتشكل لجنة دستور جديد الدستور الجديد ده افرد تغير شكل النظام الدستوري في مصر عمله برلماني يبقى لازم ان تحل البرلمان طبعا عمل الدستور شيء برئاسي وعمل توازنات في السلطة وعلى لجنة كل المشكلات التي نجم عنها الدستير المصرية المختلة منذ 23 يوليو 2 منزل اعلان دستور 23 يوليو لحد دستور 71 وتعادلاته بما فيها الاستفتاء الاخير طيب اذا عدلت في ده يبقى انتي لازم تجري انتخابات برلمانية جديدة لازم تجري انتخابات رئاسية دي يعني انتي عندك اتنين على كافة عبرية ليه لانه اللي حط خريطة الطريق كان مستعجل عشان يوصل للنتيجة اللي احنا مصننها في المرحلة الاولى انه يقعد عم يترستق في كراس البرلمان وفاكر انه هو مصر ثمرة سائغة يمكن لأي جماعة سياسية نتخطفها بسرعة وتلتهمها سوف يجدوا ان هذه الثمرة ثمرة مرة تماما جدا ولن يستريعوا ان يزردها يعني مش هيدر يهضمها احنا شعب ما يتهضمش صعب ان احنا يتهضم ان اي حد يختزلنا ويتصور انه حيفرض علينا هندسة على هواه الشخصي وعلى هوا تفسيراته الدينية ليخلق من المصريين يعني كتلة صماء لا تضريصة فيها خلينا نقول لن بعد 25 يناير الكسر حجز الخوف خلاص يعني فمتالي محدة متفقلين واحنا متفقلين ومحدة متفقلين وعلى فكر فيه تعبير يقاله واحد زي منا روزين فلوه باحث اخر الكلمة اقولها لك بيقول فيها انه بعد التجربة المصرية والتونسية وتجارب الاحتجاج انه سبق فيه يعني هتخلق شيء جديد اسمه الديمقراطية المباشرة للشارع بمعنى ان الشارع سوف يستمر هذا الشارع الحي المابض بالحيوية الفوار بالرؤى المستقبلية هيبقى رقيب على المؤسسات حتى التنثيلية المنتخرة شكرا يا فهدو نشكر حداك يا فهدو دكتور نبيل عبدالفتاح الخبير بمركز الاهرام للدراسات السيسية مدير مركز الاهرام للدراسات الاجتماعية التركية طيب نشكر حداك جدا يا فندم على وجودك معنا وان شاء الله يكون لنا لقاءات تانية نشكر حداك معلش ننتقل لفاصل ونكمل فقراتنا شكرا